اشتركوا في القناة باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إميرسون نانجاجوا وأكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زينبابوي في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري والاستثمار إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزينبابوي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك سواء المؤسسي أو السياسي أو التنموي بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه الدول الإفريقية من جانبه أعرب المسؤول زينبابوي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس النانجاجوا والتي أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مصار العلاقات الثنائية ودف أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعيدة والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية في المشروعات التنموية خاصة ما يتعلق بمجال التشهيد والبناء في ضوء اعتزام زينبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية أخذ في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الإفريقية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور أهل السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء أركان حرب إيها بلفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية والتي تعد صرحا رياضيا ضخما متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية خاصة مع ما تحتويه من استيادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب وبحيث تتكامل البنية التحتية الرياضية في مصر بوجه عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة بما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة أكبر البطولات الدولية وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة كما شهد الاجتماع عرض خطط وأسيناريوهات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال بما يتفق ويلق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة فضلا عن استعراض جهود الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية وإجمال ما تم تحقيقه في هذا الإطار حتى الآن وقد وجه السيد الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث اطلع السيد الرئيس على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتة الجديدة والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبع حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتة الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة وهو ما يحقق أهدف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيدا عن مناطق التكدس السكاني كما تبع السيد الرئيس جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة خاصة في منطقة شرق القاهرة موجها سيادته بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنصيق الحضاري في المحافظة ترجمة نانسي قنقر